نمضي وشرطا إلى اليوم التالي ومنها نقرأ حظر التجمعات وسط الخرطوم استباقا لمليونية 30 من يناير استباقا لمليونية 30 من يناير المعلنة من لجان المقاومة أعلنت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم حظر التظاهر وسط الخرطوم وقالت اللجنة في بيان إن وسط الخرطوم منطقة محظورة من السك حديد جنوبا حتى القيادة العامة للجي الشرقا وحتى شارع النيل شمالا مضيفة أنه لا يسمح بتنظيم تجمعات فيها وناشادت اللجنة المواطنين أن يكون التجمع في الميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية وقالت إن حرية تعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية ووعدت بالعمل على تأمين التظاهرات الجديدة المتقبة أستاذ طاهر كيف تقرأ قرار حظر التجمعات وسط الخرطومة لا يخالف ذلك حق التجمع والتظاهر وحرية التعبير وما إلى ذلك يعني عمر البشير في فبراير 2019 أصدر مجموعة من الغرارات يوم 20 فبراير منها حالة الطوارئ وغوانين رادعة جدا للتظاهر هل توقف التظاهر؟ لم يتوقع السلطة دائما تحاول أن تبحث عن مسويقات غانونية لإيقاف المد الشعبي ولكن التجارب أثبتت أن هذا الأمر من الصعوبة بما كان تطبيقه على أرض الواقع مطلوب من اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم أن توفر الحماية لهؤلاء المتظاهرين يوم 16 أكتوبر عندما أغيم اعتصام القصر لماذا لم يتم ضربه؟ هذا هو السؤال الذي أردت أن أسأل عنه لماذا يتم بعد أن قام اعتصام القصر لماذا لم تقم السلطات التي رعاة اعتصام القصر في أكتوبر بممارسة ذات الأشياء التي يتم ممارستها في المواكب الأخرى خصوصا التي يتم الدعم لها من قبل لجان المقاومة والإجسامة السياسية المختلفة والنقابية والمطلبية وما إلى ذلك يعني الكيل بين معيارين لأن هذه موالية للسلطة هذه موالية للغرارات الوحادية يتم القبول بها بل توفير الحماية لها وليس ببعيد أن يوم 26 الماضي كان فيه مظاهرات ومواكب وحشد ضد ما يسمى بالتدخل الأجنبي في حين أن طائرة الوفد الإسرائيلي كانت غادرة الخرطوم قبل أسبوع بالتالي هذا الأمر ينظر له بمعيارين لجان المقاومة وتجمع المهنيين وغيرهم يطالبون باستعادة المسار المدني الديمقراطي يرفعون السلمية كشعار المجموعة الأخرى بعضها يوالي السلطة الجديدة سلطة الأمر الواقعي طيب هناك من كان يتحدث عن يعني على صعيد الرد الفعل الشعبي ما الذي تتوقعه يعني اليوم 30 يناير في دعوات مسبغة وده آخر الجدول المعلن ليناير رغم أن وطيرة المواكب زادت في الفترة الماضية ولكن مثل الغرارة الذي أصدرته لجنة الأمن قد يشكل استفزاز للمتظاهرين بصورة أكثر طيب ألا تعتقد بأن انقسام القوى السياسية الحرية والتغيير نتحدث عن الحرية والتغيير يمكن أن نتحدث عن المجلس المركزي لحرية والتغيير يعني أن يؤثر على الحراك الذي يدوب في الشارع حاليا لا أعتقد الشارع السوري تجاوث كثير من الأفعال التي تصدر من قبل الغوة السياسية الشارع السوري على مستواه القاعد الأحزاب نفسها الأحزاب السياسية في الحرية والتغيير كوادرة في المستويات الوسيطة تشارك في الشارع ليس هناك خلاف بينه كتلة كبيرة من لجان المغاومة غير متحذبة وغير سياسية وتضغط في هذا الاتجاه وتتياوز خلافات القوى السياسية طيب يعني على صعيد هناك من يقول بأن يعني غياب الإدارة والقيادة المؤحدة في الشارع يمكن أن يؤثر على النتيجة المرجوة يعني أنا ستحدث عن نتيجة كمثلا استعادة المسار المدني الديموقراطي وما إلى ذلك يعني أنا برضو دير أرجع للناس أنه الشهر الماضي كان في إعلان لمواكب يوم 11 يناير أفتكر وصح السودانيون صباحا ليجدوا أنه تم تأجيله وعلى امتداد ولاية الخرطوم التي تحوي حوالي 10 مليون نسمة لم تخرج مظاهرة وحدة ولم يشز عن الأمر ولا لجنة مغاومة وحدة يبقى أنه في غيادة على المستوى الأفغي للجان المغاومة والشارع السوري وهناك تنسيقية تقوم بهذه الأعمال قد تكون بسبب القبضة الأمنية لا تظهر للناس ولكنها تقوم بعمل بجهد كبير طيب لجان مقاوة مدني ولجان مقاوة الخرطوم أيضا قاموا الاثنان بكتابة إعلان دستوري يعني هو ميثاق دستوري فيه تصور لشكل الفترة الانتقالية ووصولا لمدنية الدولة وحتى شكل الحكم في الدولة المدنية ومؤسساتها وما إلى ذلك إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك في المشهد السياسي الحالي وإلى ماذا يشير؟ هل يشير كما أنت قلت قبل قليل إلى أن هناك إدارة أفقية تعمل بشكل ربما يكون سري حتى لا تتأثر بالقبضة الأمنية وما إلى ذلك من هناك أسباب أخرى لجان مقاومة مدني الإعلان السياسي الذي أخرجته وإضافة إلى لجان الخرطوم أمس أصدرت أيضا هي مخترحات مخترحات في ظل تصاعد الشارع الثوري ووتيرة الاحتجاجات في محاولة للدلوي بدلويهم لفترة ما بعد نجاح ثورة هذا الأمر ربما حدث في 2018 عندما وقع الجميع إعلان قوى الحرية والتغيير وقتها القوى المختلفة الآن يحاولون هما أن يتجاوزوا الإخفاقات والأخطاء التي وغعت خلال فترة الثلاثة عوام الماضية وعندما طرحوا الإعلانات السياسية من غبل أوضحوا أنها قابلة للتعديل والحزف والإضافة حتى أنهم ذكروا في أن بها كثير من المقترحات التي تدير هذه الفترة أيضا ويتحدث عن مقترحات ما إذا تمت الإطاحة برأس السلطة الحالية وشياء كثيرة أخرى أنا ما سألت عنه سطاهر إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على المشهد السياسي لا هو إضافة طيب حزب الأمة الغومي مثلا كواحد من الأحزاب الكبيرة بيانه الأخير الذي صدر منه طالب بإزاحة رأس الإنغلاب بصورة واضحة بصورة واضحة في نفس الملحة ذهبت لجان مقاومة مدني ذهبت لجان مقاومة الخرطوم إذن المشتركات ما بين الشارع السوري والجمهة الواسعة للمعارضة هي مشتركات كبيرة هل تلتغط السلطة الغائمة الآن الغفاز وتستوعب هذه الأمور وتغلل التكلفة بتاعة الانتغال والعودة إلى المسارة الديمغراطي أم تستعصم بما لديها وتظل مستمسكة هل تشير تصريحات حمي تيل الأخيرة إلى بأنهم قد يعني ربما عادوا من موقفهم الصامد ويطالبون بالعودة للحوار مرة أخرى يعني ما هي الأفعال أبلغ من الأغوال الحديث يعني السيد حميتي ظل منذ أربعة شهر وهو يتحدث في بيت البيكة يمشي يتكلم في المدرعات يمشي يتكلم في أي منطقة طيب أين الأفعال؟ نحن الآن بعد ثلاثة شهور من 25 أكتوبر الأوضاع المقتصادية أسوأ الأوضاع الأمنية أسوأ الجامعات إغلاغة ما يحدث الآن بصورة واضحة في مزالة الكهرباء يتحدث عدو مجل السيادة أنه تفاجأ بزيادة الأزعار وأنهم ناغشوة يعني ما يحدث هذا أمر يسترعي الأفعال وليس الأغوال الأفعال تتمثل في أن يغوموا بشيء واضح على أرض الواقع على أرض الواقع طيب يعني وإي شيء لا يتمثل بإنسحابهم من المشهد السياسي كأشخاص في المقام الأول لن يقبل به الشارع هم والحركات المسلحة والحرية والتغيير المجلس المركزي على جميع الذين نشطوا خلال الثلاثة سنوات الماضية بما فيه مطرف السلام والمكونات العسكري والحرية والتغيير أن يتراجعوا إلى الخلف ويجعلوا حكومة مدنية تدير للـ 18 والـ 15 الشهر الباقي يعني السودانيين ليه يدفعوا الخلافات في الحكم ما بين المكونات الثلاثة